في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حذرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعه لجمهورية مصر العربية الشقيقة قام جلالته هذا اليوم بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع المصرية في العاصمة المصرية القاهرة ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال معالي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وقد صافح جلالته كبار المستقبلين وفي بداية الزيارة اجتمع جلالة العاهل المفدى مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري وكبار قادة القوات المسلحة واستارض معهم أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وأعرب جلالة العاهل المفدى عن سعادته بهذا اللقاء شاكرا ومقدرا ما يقوم به كافة منتسب وزارة الدفاع المصرية من جهود مخلصة وما يبذلونه بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أعمال صادقة لخدمة لم شمل الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها المصيرية ومصالحها العليا وأشار جلالته إلى أن القوات المصرية تتمتع بكفاءة وتميز يشهد لها العالم بذلك على مر التاريخ وأن سيرتها دائما مظفرة ومنصورة بعون الله تعالى وأكد جلالته أنه من هذا المنطلق فإن قوة دفاع البحرين مؤمنة بأهمية تعزيز وتطوير العلاقات العسكرية الثنائية والتي تشهد تعاونا مثمرا وفق خطط عمل تضم تدريبات عسكرية ميدانية ثنائية مشتركة بين القوات المصرية والبحرينية من خلال سلسلة من التمارين العسكرية فضلا عن تبادل الزيارات العسكرية واللجنة العسكرية الثنائية المشتركة ومذكرة التفاهم بين القيادة العامة لقوة دفاع البحرين والقيادة العامة للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية والتي بإذن الله تعالى ستحقق المزيد من الأهداف المنشودة لتعزيز دعم التعاون العسكري الأخوي المشترك مشيدا جلالته بالمشاركة الفاعلة للقوات المسلحة المصرية في قوة التحالف العربي عصفة الحزم وإعادة الأمل وكذلك في تمرين رعد الشمال متطلعا جلالته إلى مشاركتها في التمارين القادمة كما أكد جلالة الملك أيده الله على مساندة البحرين التامة للمبادرة المباركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة لدرء الأخطار التي تواجهنا جميعا ونوه جلالته إلى أن مسيرة العلاقات العسكرية بين قوات البلدين الشقيقين راسخة الدعائم ومتينة الأسس وستظل كذلك إن شاء الله دعيا الله العلي القدير أن يديم على البلدين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية الأمن والأمان والمزيد من الرفعة والمنعة إنه سمع الدعاء